بعيداً بقى عن كل التصريحات وسامويل إيتو عشان بس يعني ينطق الاسم بالطريقة التي يقولها المصريون وتصريحاته إنها حرب ومش حرب في الآخر كرة القدم ما فيهاش حروب فيه تنافس شريف هنبذل كل العرق والمجهود في الملعب بكاري جسامة في الآخر حكم زي أي حكم ممكن يكون عندنا سوق حظ معاه ممكن يكون الناس شايفها في بعض الأحيان إنه بيتحايص ضدنا لكن في الآخر منتخبنا قادر يقف على رجليه وإن شاء الله إن شاء الله ما نتحطش في موقف إن إحنا نبقى مستنين حاجة من الحكم أو مستنين إن الظروف يعني ما تساعدناش فإن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر دلوقتي حنروح سريعاً لجومانا وموجز الثامنة صباحاً إليك جومانا شكراً حسام الثامنة صباحاً بتوقيت القهارة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم شدد رئيس عبدالفتاح السيسي على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزء من أمن مصر القومية وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم السقرة أكد السيسي الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البانية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين مشيراً إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتدليل أي عقبات قد تواجههم من جهته تم نصقر دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسة للأمن والاستقرار بالوطن العربي فضلاً عن النهضة التموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي وهو من عكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية فضلاً عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة وجه رئيس بتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين إلى جانب مراعاة المقاومات والإمكانات والمميزات التنفسية للمحافظات المختلفة فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية كما وجه الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية خاصة من خلال تبليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات وكذا انشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصة في الدول الأفريقية أعلنت وزارة الصحة عن خروج 2359 متعافياً من بيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية طبية لازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية يرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 360 ألفاً وخمسمائة وأربع وعشرين حالة وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 291 حالة إيجابية جديدة و48 حالة وفا بحث وزير الداخلية والبلدية اللبناني بسامو لوي مع المنصق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فونسكاستي مار التحضيرات للانتخابات النيابية والمقررة في الخامس عشر من مايو القادم على صعيد المتصر التقامل والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأصمر حيث استعرضا شؤون أمنية وعسكرية اتهم رئيس الروسي فلاديمير بوتن الولايات المتحدة بتجاه المخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرينيا كأداء لجاري موسكو إلى نزاع مسلح مبديا في الوقت نفسه أمل في التوصل إلى حل للأزمة الراهنة بين روسيا والغرب وأضاف بوتن أن الهدف الرئيس للولايات المتحدة هو احتواء روسيا وأوكرانيا هي أداتها لجاري موسكو إلى نزاع مسلح وفرض أقصى العقوبات على بلاده لنظر على بلانس الراهنة الراهنة أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين مجددا دعم بلاده لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وخلال اتصالاته الهاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس تولتنبرغ والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الأعلى الاتحاد الأوروبي جوسف برال ناقش بلينكين العلاقات الدبلوماسية مع روسيا على خلفية التعزيز العسكري الروسي غير المبرر على حدود أوكرانيا واتفق المشاركون على مواصلة التنصيق الوثيق والالتزام بالبحث عن حل دبلوماسي لمنع المزيد من العدوان على أوكرانيا أرى الرئيس غينيا بيساو عمر سسوكين فالو أن محاولة الاستلاء على السلطة التي شهدتها البلاد أوقعت قتلى والعديد من الجرحة من دون أن يحدد عددهم وفي تصريحات صحفية قال رئيس غينيا بيساو أنه كان بإمكان المنفذين أن يتحدثوا قبل هذه الأحداث الدمية التي أوقعت العديد من المصابين بجروح بالغة وقتلة من دون أن يحدد بشكل واضح هوية هؤلاء الأشخاص انتهى مجزو ثامرة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر لكن بعض الفاصل فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر